اشتركوا في القناة خمسة فاصل ثمانية في المئة وستة فاصل ثنين وسبعين في المئة بينما الثالث بمعدل فائدة اثنين فاصل مئة وتسعة واربعين في المئة وهو مضمون من قبل الحكومة الامريكية مشيرا إلى أن جميع الديون الأخرى هي بشروط ميسرة للغاية لافتا إلى أن الدين الخارجي لا يشمل ديون ما قبل 2003 والتي تبلغ سبعة وخمسين فاصل ثمانية تريليون دينار أعلنت شركة تسويق النفط العراقية سومو أن الشركات النفطية الصينية كانت الأكثر شراءا للنفط العراقي خلال شهر نيسان الماضي وذكرت سومو أن الشركات الصينية كانت الأكثر طلبا على النفط العراقي من بين الشركات العالمية وبواقع ثماني شركات من أصل أربعة وثلاثين شركة قامت بشراء النفط خلال شهر نيسان وضفت سومو أن الشركات الهندية جاءت ثانيا بعدد سبع شركات ومن ثم جاءت الشركات الأمريكية بواقع أربع شركات فيما جاءت الكورية الجنوبية والإيطالية بواقع ثلاث شركات تراجع سعر صرف الليرا اللبنانية أمام الدولار لمستويات متدنية جديدة في تعاملات السوق الموازية مع استمرار الضبابية إذا ألبد بإصلاحات اقتصادية ومالية ويباع الدولار الأمريكي في الأسواق الموازية اليوم عند 35 ألف ليرا لكل دولار واحد ليرا مقارنة مع 34.8 ألف ليرا في تعاملات الأمس ويعاني لبنان من أزمة مالية واقتصادية منذ ربع الأخير 2019 أدت إلى تدهور أسعار الصرف وضعف ثقة العملاء بالقطاع المصرفي المحلي الأمر الذي قاد نحو شح وفرة الدولار في السوق المحلي ارتفع مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي 2.1% على أساس شهري في أيار الجاري ليبلغ 96.7 نقطة وبحسب بيان هيئة الإحصاء التركية فإن تسجيل هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع مؤشرات ثقة المستهلك وقطاع الخدمات وتجارة التجزئة وسجل مؤشر ثقة المستهلك في أيار زيادة بنسبة 0.4% ليبلغ 67.6 نقاط على أساس شهري ومؤشر الثقة الاقتصادية هو مؤشر مركب يحتوي على تقييمات وتوقعات للمستهلكين والمنتجين حول الوضع الاقتصادي في العالم يتجه البنك المركزي الأمريكي إلى تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم وبحسب آخر محضر اجتماع للبنك فإن جميع أعضاء لجنة السياسة النقدية العشرة في الاحتياطي الفيدرالي مصممون بقوة على احتواء التضخم من خلال سياسات من شأنها الحد من وطيرة زيادة التضخم وأفاد المحضر إلى أن البنك ينوي رفع الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية ليصبح نطاقها 0.75% الآن إلى آخر أخبار العمولات والمعادن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وصلنا إلى نهاية أخبارنا الاقتصادية ظلوا دائما في رعاية الله إلى اللقاء